اعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم عزمه تقديم شكوى رسمية ضد العراق لدى الفيفا بسبب استخدام اسم كأس الخليج العربي في بطولة البصرة بدلا من الخليج الفارسي والافت الاتحاد الايراني عبر بيان الى انه سيشتكي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم على استخدام اسم مزيف لبطولة خليج 25 بدلا من اللقب الحقيقي للخليج الفارسي وانتقدت وكالات ايرانية حضور رئيس الفيفا في افتتاح بطولة خليج 25 والموافقة على اسم الخليج العربي الذي وصفته بالتجاوز على حقوق ايران في المنطقة كان زعيم تيار الصدري مقطد الصدر قد استخدم تسمية الخليج العربي في بيانا للترحيب بضيوف البطولة المقامة في البصرة حيث قال ضيوفنا العرب الاكارم من دول الخليج العربي مرحبا بكم وهو المصطلح الذي ترفضه ايران وكانت تقدم دائما احتجاجات رسمية في المحافل الدولية مطالبة باستخدام مصطلح الخليج الفارسي في حين يرى مؤرخون ان اسم الخليج العربي مبرر وذلك لان ثلثي سواحل الخليج تقع في ولدان عربية كما ان السواحل الايرانية تقطنها قبائل عربية سواء في اقليم الاحواز او في مدن اقليم بوشهر اشتركوا في القناة